مرحلة جديدة من الجمود يعيشها النظام السياسي في العراق بعد اجتماعات ولقاءات عديدة شهدتها بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية لم تسفر عن شيء وعاد المشهد إلى المراوحة بعد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجددا فتح أي قنوات تواصل مع غريمه المتمثل بالإطار التنسيقي كاشفا عن تقديمه مقترحا للأمم المتحدة لمناظرة علنية مع خصومه إلا أنه لم يتلقى جوابا يسمن أو يغني من جوع حسب وصفه مؤكدا أنه لن يدخل حوارا سريا جديدا معهم ومتوعدا في الوقت ذاته بخطوات أخرى إذا ما سماها سياسة التغافل عما آل إليه حال العراق بسبب الفساد والتبعية مصادر سياسية مطلعة قالت إن مساعي عقد اجتماع بين الصدر والعامري بصفته مفاوضا عن تحالف الإطار التنسيقي فشلت بسبب رفض الصدر إجراء أي حوار من دون اتخاذ قرار مسبق بحل البرلمان الحالي وتحديد موعد الانتخابات برلمانية مبكرة ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها رغم تجاوزها العشرة أشهر يأتي ذلك في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد الذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي يقابله اعتصام أنصار الإطار التنسيقي عند بوابة المنطقة الخضراء فيما يتوعد الطرفان بتظاهرات حاشدة خلال الأيام المقبلة ويؤكد مراقبون أن استمرار الأزمة والجمود السياسي أمر متوقع لأن أي حوار بين الفرقاء لا يشارك فيه التيار الصدري لن يكون ذا جدوى في وقت يجري فيه الحديث عن حراك لعقد اجتماع ثاني بدعوة من الكاظمي لجمع كل الكتل والأحزاب مع التيار الصدري طريق مزدود وصلت إليه محاولات تشكيل حكومة جديدة في أطول فترة تعيشها البلاد بدون حكومة تؤدي كامل المهام منذ احتلال العراق بينما تواصل القوى المتناحرة مناكفاتها واستحديث عن أن الأزمة الحالية تمثل بداية نهاية للنظام السياسي الذي أسسته أمريكا ورعته إيران ترجمة نانسي قنقر